اشتركوا في القناة توفير كافة احتياجات المحاجر والمسالخ استعدادا لموسم صادرات الهدي واللحوم وقال إن وزارته عازم على إنجاح موسم الهدي دون تعثر خاصة بعد توفير اللقاحات من دولة جنوب أفريقيا وفق الاتفاق تم مع السلطات السعودية وأكد الوزير أن بورتوكول صادر اللحوم والهدي مع المملكة قد تمت إجازته أصدر الإعلام العسكري للقوات المسلحة السودانية تعميما صحفيا شار خلاله إلى تعرض طائرة هليكوبتر إلى حادث طيران اليوم الأحد أثناء طلعة تدريبية بقاعدة كنان الجوية بالنيل الأبيض ونجى جميع الطاقم بينما تحطمت الطائرة قال وزير الرئيسر عباس إن أثيوبيا رفعت السقف للمطالبة ببحث قسمة مياه النيل دون أن يخوض في التفاصيل وبدورها أكدت وزير الخارجية مريم الصادق المهدي على ضرورة التواصل لاتفاق ملزم قبل البدء في الملء الثاني لسد النهضة ودخل وفد السودان المشارك في جولة المفاوضات في كينشاسا في جلسة مؤلقة مع الاتحاد الأفريقي لمناقشة نقاط الخلاف أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد حجازي وقوفهم إلى جانب الجيش السوداني وجدد حجازي خلال ختام التدريب المشترك نسور النيل 2 بقاعدة مروي الجوية تأكيده على همية العمل المشترك لمواجهة التحديات المهددة لأمن وسلامة الحدود وحماية المقدرات